ارتفاع متواصل لواترة تضخم السنوي في الجزائر بعد أن حققت هذه الأخيرة ارتفاعاً بنسبة 5% في شهر جواناً منقضي مقابل 4.8% و 4.5% في شهرين مايو وأفريل الماضيين في حين عرف بدوره مؤشر أسعار المستهلك نمواً قدر بـ 4.52% خلال جوليا الجاري وبخصوص المواد الاستهلكية التي عرفت ارتفاعاً فإن أسعار المواد الغذائية قد قفزت بنسبة 4.41% مايقارب 4% للمنتجات الفلاحية الطازجة و 4.85% للمواد الغذائية الصناعية الارتفاع مس جميع المواد المقارنة بنفس الفترة من سنتي الماضية حيث أكد الديوان الوطني للأحصائيات أنه باستثناء البيض الذي عرف انخفاضاً بنسبة 64.12% فإن جميع المواد الغذائية الطازجة سجلت ارتفاعاً وقد سجلت زيادات ملحوظة في أسعار البطاطا قدرت بـ 9.6% والخضروات الطازجة 6.6% والأسماك الطازجة 2.6% والفواكهة الطازجة 9.4% ولحوم الدجاج 4.4% والأحم البقر 3.4% والأحم الخروف 8.2% إذن مؤشر وارتفاع الأسعار طال المواد الغذائية كذلك فقد سجلت المشروبات غير الكحول ارتفاعاً بـ 13% والأسماك المصبرة 9.9% والفواكهة المجففة 0.4.7% والخبز والحبوب 23.5% والحليب والجبن ومشتقاته 6.3% إضافة إلى مواد غذائية أخرى هذا وقد سجل مؤشر والأسعار خلال السوداسية الأول من 2015 ارتفاعاً بلغ 3.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية فيما ارتفعت المواد الغذائية بـ 6.6% والمواد الفلاحية الطازجة 2.9% والمواد الغذائية الصناعية 0.3.4%